اشتركوا في القناة تليلة ان شاء الله يتواصل تقس قليل الصحب في الشمال وفي الوسط يكون مغيم جسئيا في الجنوب الريح عامة تكون من القطاع الجنوبي البحر يكون شديد الاثراب فمضطرب في الشمال الوسط مضطرب فقليل الاثراب في الجنوب ودرجة الحرارة تكون متراوحة في الليل عامة بين السوطاش والعشرين درجة ولن تتجاوز الثناش درجة في المرتفع تتعدى الغدوة ان شاء الله غدوة توقع تقس يكون عامة قليل السحب والريح تتواصل من القطاع الجنوبي درجة الحرارة نشوفوها مع بعضنا غضوة 25 في قليبيا 26 في نابل 27 في تونس بنزرت 29 درجة 28 درجة في باجا 26 درجة في تبرقى 28 في جندوبال كيف تكون في حدود 26 درجة أقل شوية في تالة 21 درجة السليانة وزغوان يكونوا في حدود 27 درجة في المدن السحيلية نسجلوا 26 في سوسا 27 في المونستير 26 في المهدية 25 في كلمن سفيقس وقرقنا 28 في القيروان سيدي بوزي تكون في حدود 27 درجة أقل في القاسرين 22 درجة على شوية في قفصة 25 درجة 28 في توزر 27 في قبل 27 أيضا في قبس وفي مناطق الجنوب الشرقي غضوة في جزير جربان سجلوا 28 درجة 25 في مدنين 24 في تتاوين و27 في إرمادة بالنسبة للملحة والصيد البحر يوم الغد في منطقة سيرات وخاليج تونس الريح تكون من القطاع الجنوبي سرعتها في منطقة سيرات بين 15 وال25 عقدة والبحر يكون مضثرب فشديد الأفتراب في خاليج تونس سرعتها تكون بين 25 و30 عقدة والبحر يكون هائش بالنسبة لسواحلنا الشرقية ومنطقة خاليج جيبس الريح أيضا تكون من القطاع الجنوبي في خليج الحمامات سرعتها بين 25 و 30 عقدة والبحر يكون هايش في منطقة الشابة بين 20 و 25 عقدة والبحر يكون مضترب فشل الاثراب وفي منطقة خليج جابس تكون سرعتها بين 15 و 25 عقدة والبحر يكون مضترب درجات الحرارة في بعض المدن العربية والأجنبية غضوة في نوكشات سماء الصافية وحرارة 33 درجة دار البيضاء 21 درجة مع بعض الصحوب الرعدية 24 في الجزائر 28 في ترابلس حرارة نسبيا عالية في الخرطوم 39 درجة القاهرة 27 درجة البقاع المقدسة 34 في مدينة منورة وأمطار في مكان مكرم 36 درجة مسقط وأبو ظبي والدوحة يكون في حدود 33 درجة 29 في الكويت 22 في بغداد دمشق بيروت وقدس الشريف 20 23 و 19 درجة استنبول 20 درجة أبعد شوية في أوروبا أمطار في روما 23 درجة أمطار في فيانا أيضا 21 درجة بيرلين 10 درجات 10 في كل من أمستردام بروكسيل 8 في لندن 11 في بيريس 16 في مرسيليا 11 في مدريد و 17 في لاشبونة تطورات الجوية الأيام القليلة القادمة يوم الأحد إن شاء الله أمطار تكون في الشمال محليا في الوسط والجنوب الرحامة من القطاع الجنوبي البحري يكون شديد أثرة في أغلب المجالات ودرجة الحرارة تكون متراحة بين 22 و 27 درجة في الشمال الوسط من 27 إلى 31 درجة في الجنوب نتعدعه اليوم الأثنين إن شاء الله تتواصل أمطار محلية الريح تكون قوية نسبيا من القطاع الجنوبي تكون مثيرة للرمال والأتربة البحري يتواصل شديد الأثرة في أغلب المجالات ودرجة الحرارة في استقرار وقات الشروق والغروب اليوم الغد الشروق يكون على الساعة السادسة و 37 دقيقة والغروب يكون على الساعة الخامسة و 28 دقيقة لمزيد المعلومات والإرشادات تجمع التصلبين على رقم موزع الصوت 884040 تخليوا رسالات قصيرة وإلا أيضاً زورونا على موقع الواب 3W.Meteo.1 نوفيب أو قات السالات غضو الصبح يكون على الساعة الخامسة و 10 دقاق الظهر منتصف النهار و 10 دقاق العصر على الساعة الثالثة و 4 دقاق المغرب على الساعة الخامسة ونصف وأخيراً العشاء على الساعة السادسة و 55 دقيقة أعزائي المشاهدين شكراً وحسن المتابعة والإهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة